اشتركوا في القناة بلاشت ازف بيانو بصف 12 كنت زمان بازي في جيتار بس حبيت البيانو اكتر بالنسبة الي الموسيقى يعني غير انها هواية هي جلت تقدر تكون تيرابيوتك يعني انه اشي واحد يقدر يساعد حاله فيه يعني وواحد يزال امتدائك او حتى مبسوط يعني عاد يابس مع موسيقى يابازة موسيقى فهو اشي كدير بيباني برأيي موسيقى وانا كيلان للجامعة كنت اعزف مع الطب وكتير ناس كانوا يحكولي كيف بلحق اعزف وين بلاقي الوقت بس هي يعني شكلة سهلة اذا بتعمل تايم منجمنت وكيف تنظم وقتك انه تحط اولويات لحالك بتقدر تدبر وقت يعني موسيقى تعلمت انا لحالي يعني كنت احضر فيديوز على يوتيوب وكنت كتير مدمن بيانوي كتير بحبه يعني هو بالنسبة لي جد كشف يعني كتير ناس بحبوا برضو كعزف وقسمة يعني بحبوا يسمع موسيقى عشان جد موسيقى يعني هي بتقدر تعالج شفنات مرات اشياء تانية ما بتقدر تعالجها مثل الحال النفسية انا شفتها بعيني بتحسم مع الموسيقى انا اتشاركت البروجيكت عشان حبيت انه اضيف هاي الشغلة لمرضى السرطاء يعني عشان ومش بس علاج بالادوية والعلم وبرضو علاج الحال النفسي وامر اي موسيقى بتقدر تساعد كتير في هاي الشغلة حبيت اشترك بهذا البروجيكت عشان كل حادة من يعرف اكيد تأثر من ناس يماتوا من السرطان وعانوا من هاي الشغلة واندي اكون جزء انه فعال في انه احاول اقل المهجودة في المجتمع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة